السلام عليكم شباب و ايكم ارتضا جليحاوي بما انه اقتربت نهاية السنة 2021 ان شاء الله تروح بسلامة و راح تبدى 22 فشنو افضل اجهزة تقدر تشتريها بسعر 250 ألف عراقي بما انه سعر الدولار ساعد فاختريتكم مجموعة اجهزة ممكن كون تعجبك ممكن ما تعجبك انا هذا اختياري اذا طبلي السوق عندي بـ 250 ألف عراقي اختار ذنية الاجهزة اول جهاز هو ريلمي C25S من شركة ريلمي هذا الجهاز يجيني بسعر 144 دولار ذاكرة 128 أربعة جيجة مع السعر العراقي 215 ألف عراقي لماذا بعتنا عن 250 لان هذا اقل سعر 215 ألف عراقي الى حد 266 ألف عراقي هذا الجهاز يمتلك شاشة مقاس 6.5 HD بلاس من نوع ABS LCD HD ليس فول HD HD بلاس من نوع ABS LCD ايجا هذا الجهاز المعالج من الميدياتيك هو G85 هذا المعالج مبني على ممارية 22 نانو نعم قلنا ذاكرة 428 هذا الجهاز يمتلك ثلاث عدسات بالخلف هي 48 ميجي بيكسول زائد عدسة 2 ميجي بيكسول الكاميرا الأمامية 8 ميجي بيكسول يمكن هذه الكاميرا تسمعها بأغلب الأجهزة الموجودة في هذه الحلقة نعم هذا الجهاز يمتلك بطارية جدا قوية هي 6000 ميلي امبير ويدعم الشحن السريع 18 واط هذا ليش اختارت الجهاز اذا عندك 200-215 ألف عراقي او حتى 220 ياسعز ينزل سعره هذا الجهاز من شركة مرموقة وعند نوكالة رسمية هذا الجهاز مرتب واحد من الأجهزة المرتبة وهذا السعر 128 هذا الجهاز الأول الجهاز الثامر هذا البوكو M3 برو انتبه لي هنا سعر اختلف عندي نسخة الـ 64 انا جاو يسوف عن نسخة الـ 64 ومتلك الـ 64 ومتلك الـ 128 ومتلك الـ 128 يعني تصل لك الـ 280 ألف عراقي هذا نسخة الـ 64 هذا الجهاز ليش اختاريته سعره 170 دولار لا يقارب الـ 251 ألف عراقي هذا نسخة الـ 64 لماذا اختاريت الجهاز اشوف لي مواصفاتك هذا الجهاز يأتي بشاشة مقاس 6.5 فول اج دي بلاس من نوع اي بي اس ال سيدو يدعم الـ 90 هيرتز هذا الشي جدا ممتاز نعم مع هذا انو هذا الجهاز يدعم طبقة حماية غوريلا كلاس 3 وهو اي ناس يدور طبقة حماية على الجهاز على الموت شنو يصير تقدر تقول اقل اقل شيء يعني حافظة شيء بسيط من يوقع ما تنكسر الشاشة هذا الجهاز يجينا معالج من الميديا تيك هو الـ Denensity 700 نسخة الـ 5G يعني هذا الجهاز يدعم من نسخة الـ 5G بشكل رسمي الرام 4 جاقة 64 اكو 128 رام 6 جاقة لكن سعره اغلى هذا الجهاز يدعم بثلاث عدسات هو 48 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل يعني عدسة 2 ميجابيكسل هذا الجهاز كاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل جربته هذا الجهاز نعم جهاز حلو الالوان تشطيبة الالوان حلوة موجودة بالظهر عندك اصفر والوان حتى غير الاصفر تشطيبة من الكاميرات تشطيبة اللون الاصفر موجودة بالظهر شي مرموب يجينا بطارية 5000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع الـ 18 ميلي امبير قلنا سعره قلنا مواصفاته ممكن يكون واحد من خياراتك اذا تقدر تضيف اخذ الـ 122 رام 6 جاقة نأتي الاختيار الثالث تكنو بوفا 2 ليش اختار التكنو يابع التفكير اللي بالك انه الاجهزة الصينية او هاي الشركات اجهزة التعبونة يصل عندك فكرة تامة نعم باعلانات تكنو باعلانات باعلانات مزعجة ممكن تلقي تعليق لكن عندك 250 الاف اراق مش تاخذ هلها لا تاخذ بها اجهزة راقية وفاخة بس هاي الاجهزة تمشي حالك ونعم تلعب بوف جي واغلب هني ماشي لك 30-35 فرايمب اذا تسأل على فرايم شاشة عملاقة شاشة 6.9 اللي هي تكون Full HD Plus نعم هاي الشاشة كاملة وثق بالكاميرا الامامية باعلانات مزعجة 6.9 شاشة عملاقة كبيرة نعم هذا الجهاز يمتلك بطارية 7000 ملي امبير اشقد ناس تريد جهاز بطارية 7000 ملي امبير انت نصفن ويروحك اش كم واحد يريد بطارية كبيرة تطاول لك فوق اليومين يعني الام واحد وخمسين الان الناس خابرنا عليها اما الستيم سامسوك الان الناس تخابرنا عليها ليش ان بطاريته 7000 ملي امبير يطاول لك بيوما اقل الشيء بالاستخدام المتوسط نعم هذا الجهاز يجينا بمعالج من ميدياتك هذا معالج موجود على اغلب الاجهزة الهيليو الجي 85 موجود موجود على اغلب الاجهزة نعم رام 6k 128 حلو ذاكرته نعم عندك الكاميرات موجودة به 48 مقابيكسل و 3 عدسات 200 مقابيكسل اما الكاميرا الامامية ستكون 8 مقابيكسل قلنا بطاريته ويدعم الشحن السريع 18 واط حسنا 7000 ملي امبير كأنه شحن مسريع لكن انت 7000 ملي امبير صدقني يومين يكمل لك بالبرود يوم نصب البرود انت اذا استخدم اجهزة تلعب برجي او استخدام قوي هذا واحد من الاجهزة اللي يقدم لك هذه الخيارات هاي اذا كنت انت تتقبل اجهزة تكنون انا اشوف واحد من الخيارات الحلوة لماذا اختاريته ضمن الاختيارات ممكن اعجبك ممكن اعجبك نجي للجهاز اللي بعد الجهاز الرابع هو الجالكسي الام 15 هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 6.5 فول اجدي لا اجدي بلاس يدعم التسعين هرتز حلو تسعين هرتز وشاشة تقدر تقول كبيرة ومصغيرة يجب معالج المعالج اكسينوس 850 هذا المعالج زيال بالA21s لماذا اختارت هذا؟ لماذا اختارت الA21s لان هذا يجب بـ 128 الA21s يجي بـ 64 ذاكرة هذا الجهاز يجينا بـ 4 قيقة الرام و 128 قلناها الكاميرات سيكون بـ 4 عدسات العدسة الاولى ستكون 48 مقابكسل عدسة ثانية 5 مقابكسل عدسة 2 مقابكسل صديني هذا الجهاز اختارته الاخي يعني اخوي هذا الجهاز 250 ألف عراقي هذا واحد من الخيارات هذا واحد من الخيارات دعما اخوي لا يحب شيء بسيط فهذا واحد من خياراتي هذا واحد من خياراتي من ضمن الاجهزة سعر 250 ألف عراقي سعرها حاليا 151 دولار 223 ألف عراق و 230 ألف عراقي باختلاف المحلات نعم كاميرته 28 مقابكسل الكاميرات حلوة بطارية 5000 ملي ام بير ويدعم الشحن السريع 15 واط شحن سريع نتيجة طيب سي طيب سي نجي للجهاز اللي بعده الجهاز الرح يكون الجهاز الخامس هذا الجهاز رح يكون من ريلمي يمكن ذكرنا ريلمي هاي المرة ثانية هذا الجهاز حتى هذا الجهاز ذكرناه مرة ثانية الرلمي نارزو 30 5G وهواي خبطت عليهم النارزو 30A والنارزو 30 5G وهذا جبته وصورته مرة ثانية على ممود أبينك أنه أكو فرغ ما بين النارزو 30A و 30 5G وهواي راسلوني قالوا لي هواي تذكر هنا هذا السعر وتذكر هنا السعر عبالهم اختلئ نفس الاسم ونفس الاسم نسخة 5G نسخة 5G هذا الجهاز يدعم نعم يدعم التسعين هيرتز وهذا شيء جدا محبب وحتى الجهاز مصنعيته حلوه اللمس ماته كلش حلوه يعني إطاراته حلوه لامع الجهاز الشاشة كلش حلوه الثقب الموجود بالشاشة يطيك يحاب انه الشخشة كاملة نعم هذا الجهاز يدعم معالج من ميدياتك هو الديمانسيتي 700 نسخة الفايوجي هذا موجود على أغلب الأجهزة وبسعره تقريبا تقدر تقول أدخص جهاز بهذا المعالج الرام 6K128 ريلمي أجهزتها جدا سريعة وحلوة سلسة ما بيها مشاكل كثيرة مثل ما موجود غير شركات هذا الجهاز يدعم ثلث عدسات 840 ميجابيكسول 2 ميجابيكسول وعدسة 116 ميجابيكسول الوحيد الذي يتفوق على أجهزة موجودة به لماذا ذكرته؟ لأن هذا الجهاز تصميم حلو جميل وأنيق ومواصفاته حيوه سعره 172 دولار ويقارب 266 أليف أراقي بطارية 5000 ميجابيكسول ويدعم في 11 وات أخير الجهاز الأخير لا نريد أن نعبر انفينكس انفينكس تقدم لك أجهزة وكل الشرعة انفينكس لديك النوت 10 وعندك الهوت 11S تقريبا مواصفات متقاربة لكن انا رأيت المواصفات الهوت 11S مواصفاته الأفضل من نوت 10 فا اختارت الهوت 11S بس انت تقدر تختار واحد بناتهم لكن انا اشوف الهوت 11S أفضل مع ما هو أحدث هذا الجهاز يجينا ب 158 دولار 235 أليف أراقي شوف مواصفاته يجي بشاشة مقاهز يدعم 90 هيرتز يا جماعة الخير 90 هيرتز 90 هيرتز مهمة 90 هيرتز او اكثر التحديثات يجيك البرامج تدعم 90 هيرتز جهازك اذا ملعم 90 هيرتز ممكن تلاقي مشكلة فتحتاجه 90 هيرتز فاني اقول لك نصيحة من تختار جهاز 90 هيرتز يجي معالج مليميديتك الهليو جي 88 مبني على 12 نانو هذا الجهاز يجينا برامج 6G 228 هذا الجهاز يجينا بعدسة اساسية 50 ميجابيكس العدسة الثانية 2 ميجابيكس اما على الكاميرا الأمامية هي 8 ميجابيكس هذا الجهاز كامرته بالشاشة و الثقب جدا صغير وحتى يحاب انه الشاشة تكون كاملة وشي حلو جدا هذا الجهاز يجي بطارية 5000 ممبير هذا الجهاز بس تقدر البوكو و الامة 3 برو منعتهم بطبقة حماية غورلا والبقى كلهم ما اعتهم بطبقة حماية غورلا ذني 6 اجهزة ممكن يخدمانك في نهاية السنة او ممكن لا تشتري اي واحد من عدهم تنتظر السنة جديدة او اجهزة السنة الجديدة وتختار اي جهاز هذا الشي تابع عليك انا بالنسبة لي هو قلولي شوف انا اجهزة المدينة 50 الف عراقي انت اذا تريد اي سلسلة او اي اجهزة اتقرب تعليقات اي واكثر واحد يحصل على تعليقات او اعجاب راح انزله بالحلقة القادمة نهاية الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وفي امان الله